يعني من وقتها كذبة أول نسان شفنا الفيديو الذي نزلته وجعت لنا قلبنا أنه عم بيحكم كوابيس ومخلوقات فضائية وعلى فكرة بعضه هيدا الفيديو اللي حقاك لليوم والعالم بعتقدة أنه في اضطراب نفسي عم بعيني منا جال شو تقول له كلنا عمنا اضطرابات نفسية معينة بس في ناس عم جد بتعاني من كوابيس وبتشوف تعمل الألوسيناسيون وهيكا لكن أنا كنت كذبة كذبة أول نسان حتى في عالم اعتبروني أنه أنا عم بعمل مسحة كناد هلأ كثير العالم صدقتها يعني إجاني أصحاب فنانين أهلي إما دقتل الساعة سبعة الصبح يعني مش مصدقة مصدقة بداول بالأحرى وإجاني عارض تمثيل مش عم بمصحة وإجاك عارض تمثيل مركز بتأولي تمثيل ما لنصدقوني وصارت هيك راحت شوية تشارت يعني القصة لكن كانت مسحة يعني بعد ما شفتهم للكائنات الفضائية بس ناطروا إذا اليوم نطروا للكائنات الفضائية نطروا حتى يخلصوك منشور مش تاي خلصونا ينقلوني على شي ممكن متطور أكتر يمكن ينقلونا كلنا يمكن قول رادي عم ينقلونا أبقى عرفت يون هولل كورونا ما كورونا كونسبيراسي وهيك حطونا شي بجسمنا بكونوا هن مفوطين مدرشوا مفوطين على جسمون غير العمليات والفلرز وهيدا مسؤوعة فيها عم بيتحكموا فينا بس نسمع فلر وبوتوكس وهيك بدي يفكروا أنه عم تقصد حدا من النجمين أبدا أنا مع حتى مع الغجال يعني إذا بدون يحسنوا بمظهرهم ما بحب أنه يحكوا فيها بلاقيها هيك مش خارج واحد يحكي مش ضروري واحد يحكي فيها إذا بيحب كمانا لكن أكيد أنا مع واحد يجري بيحسن شكله من الرياضة للعمليات حضرتك إنسان قلبك طيب ومسالم خبرنا أداش اللدعت من النجوم يلي كنت اعتبرون أصدقاء ووقفت حدن وعملت لهم أعمال كثير من تسد من لدعت كثير لدعت بمواقف لأنه ما بكثير بعلل التوقع من الناس إذا بتعملي هيك بصير يلي بيعمل منيح بيغدلك منيح بتكون مفاجأة حلوي ويلي بيغدلك بالأبيع بتكون ما كثير هاميك جات شويري من قرب نجمي أو نجم لقلبه هلا أنا على سطة فارس يعني رحقلك فارس واحد منهم أكيد ومسعبة عندي حفلة مع مايا دياب وجوزيف عطية بلا ما أقول نجوم وهيك لأنه أصدقاء حقلك إني كمانا من الناس اللي محسون كثير قرب مني هلا بيزعجك شي لأنه في أشخاص بيعتبروا دايما أعمالك فيها جرأة زيادة على الزوم ما بقى يزعجني لأنه صاروا بيبينوا شوي يا مش متابعين يا ما كتير مطلعين يا بلا ما زيد دوز وإليك مرجعين وهيك لأنه ما عم بيحضروا يعني إذا واحد بعد معلق علي من عشرين سنة شو عامل وحتى يلي عملته من عشرين سنة ما بقى بلاقي ما بقى إذا بدك يزعجني أنه أنا عامله أو العالم كتير تسألني عنه لأنه خلاص بتصور إذا بدك أثبتت نفسي على كل المجالات وبعد ما أثبتت قد ما أنا حيث حالي بالمحل المضبوط وقد ما أنا بعدني بحب طور حالي وأثبت نفسي أكتر أول شي لنفسي قدي بتنزعج جد شويري بس تعطي من قلبك بعمال وما بتاخد حقك المادية اللي أنت بتستحب لهك أوقات بعمل أعمال من قلبي وما بتدي مردود مادية أوقات إذا بتشرعين على دولار تقلب بالغاس الأوقات دايما مش المضمون هو المهم بس طريقة أهم كم مردتك الحق لجد شويري؟ ماني حاطب حساباتي هنفكر بالبوزيتيف لك قد في فكري بالعمال يعني ضجت العمال الحلوة الأغاني اللي أنا عم بشتغلها لفنانيين طب ما إنو نحكي الإشياء بوزيتيف فمين لقى النجوم يلي حابب أنت تخرجلون وحاطت شي فكرة معينة براسك؟ تعف ما عندي هالشي بنسأل هيدا السؤال من أول كليب عملته ولا مرة ألتي رأيت أنا هيدا النجمي أو هيدا النجمي مانو بقولوا حابين نشوف تعاون بين ديفا هيفا وهبة وجد شويري؟ أكيد أكيد بحب أنا وأكيد بهمني وأكيد كتير بحب هيفا بلا ما كون بشتغل بلا ما كون عاملة كليب أصلا كان فيه هيك مبادارات صغيرة من زمان لكن هيدا ما خصوا أبدا بأدي أنا معاست هي كفنانة وكإنسانة بيلا أنا بعرفو عن هيفا في عالم ما بتعفو عالم بتعفو بس أدي هي حدا حلو من جوا يعني نظرتك بالإخراج كتير حلوة اليوم عم نشوف كتير صار في مخرجين على الساحة بس تقود لتطلع قديش أنت كمخرج مخضرم عندك رضا على الأعمال اللي عم تنزل؟ فيه قصص كتير حلوة فيه قصص العالم عم بيضر بوشنج دي أنفلوب عم يعملوا قصص عم بيتحدوا حالهم فيه عالم عم بيعملوا صورة انترناشنل وفيه عالم زبديك ما عم بيجددوا أو عم بيعملوا قصص شوي بتبين عن هكي عدم احترافية فيه من كل شي بكل بكل الأوقات بس أنا دايما بجاري بشوف شو الحلو الواحد عم بجاري شو عنده شي حلو يقدر يحسن فيه لأنه بالإخراج وبالغناء وبالفن مش ضروري الواحد يكون مش مخضرم أو أو ديرسة أو هو هيدا لأنه هيدا فن منه طبيب جراح منه طبيب جراح إنه حالي لأنه يجب أن يخرج لأ إذا خلي كل الناس تغني خلي هيدا فن إذا بتبقي لك عم بيعمل عملية قلب منه 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 دريسة هون مخاطرة خبرنا هلأ بنهاية حديثة معك شو الجديد للفنية اللي عم تحضره لأني حضرتك إلى جانب مخرج أنت كمينة فنان وقالك مكان عم بحضر أكتولي ألبومي رح ينزل من هلأ لكم أسبوع ثلاث أربعة أسابيع لازم بتجون بنصف جون يكون نزيل في يعني كليب فارس اللي عم نصوره ما حقول للنجم والهيدا كليب فارس عم نصوره كليب جوزاف عم نصوره عنده إفنت مع جوزاف ومايا نهار هيدا الوكاند بالجميزة عنده إفنت كمينة بمصر عنده إفنت كمينة بمصر عنده إفنت بدبي عم برجع من بعد ما ينزل برموشن الهليكي إفنت بعد يعني إذا بديك عم جاري بس أطرح ألبومي أرجع شوي على الصحة كبرفورمر كأنا أن أعمل أداء كنت شوي مبعد عن هيدا الشي وزيت الوقت كمينة في نجمة بنت جديدة أنا عم بنتج لها اسمها تيارة واهب نازلت لأول غنية من إخراجة ألحان تامر علي اسمها مالي تصورناها ببرشلونة هلأ مش من زمان بقع عيش أساس عم تنزل وأساس عم تتصور شكرا لك مرسي كتير إليك اشتركوا في القناة